رغم طمأنة منظمة الصحة العالمية على أن فيروس المتحور الجديد أوميكرون ليس بالخطير كما هو متوقع إلا أن مسؤولاً في المنظمة أضاف بأنها تعمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم للتأكد من تحديد تأثير أوميكرون لافتاً إلى عدم وجود أي دليل على تراجع فاعلية اللقاحات ضده وبعد اكتشاف أول حالة إصابة من متحور أوميكرون في السعودية والإمارات والولايات المتحدة حسب ما أعلنته سلطات البلدان الثلاثة تم اتخاذ الإجراءات مباشرة بعزلهم وإخضاعهم لقواعد الاختبار والحجر الصحي كما قاموا أيضاً بالتحقق من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم وفي بريطانيا التي تعد أكثر الدول الأوروبية تضرراً منذ بداية الجائحة ظهرت فيها 32 إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون السلطات الألمانية هي الأخرى أعلنت عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة بسبب الأرقام التي سجلتها في عدد الوفيات والإصابات الذي قد يصل إلى 6000 بحلول عيد الميلاد واعتباراً من يوم السبت المقبل أعلنت فرنسا استئنافها الرحلات الجوية مع دول إفريقيا سامحة فقط لمواطنيها ومواطني الاتحاد الأوروبي بالقدوم مع إلزامية الحجر حتى لو كانت النتيجة سلبية شكراً للمشاهدة